على كل أحوال مش عايزة يعني أكلم في التحكيم كتير وعايزة أكلم أكثر في قرعة أفريقيا طبعا أنا بعتقد أنه القرعة إلى حد كبير جدا جات في مصطحة النادي الأهلي أعتقد أنه مجموعتنا إلى حد كبير ولو أنه في قاعدة سابتة يعني أي كلام احنا بنقوله احنا متفقين النهاردة ببقاش فيه ماتش سهل نهاردة انبارح كنا نلعب مع كليو باترا كليو باترا لسه فرقة طلعة ومعندهاش خبرة في الدوري الممتاز وقدمت مباراة خواية جدا ومباراة محترمة جدا قدام نادي الأهلي وبالتالي أي فرقة بتلعب النادي الأهلي هتقدم أقصى ما عندها فمبلغ حضراتكم بأبطال الفرقة اللي هتلعبنا في دوري أبطال أفريقيا كلهم أبطال سواء كان المريخ السوداني أو كان فيتا كلاب أو كان سيمبا التنزاني كلهم فرق عندهم إحساس بالبطولة جايين يلعبوا النادي الأهلي وعندهم رغبة في إثبات ذاتهم وإن كانت الحقيقة طبعا المجموعة نسبيا مقارنة بالمجموعات التانية تعتبر المجموعة الأسحى في مجموعة تانية أعتقد مجموعة الزمالك مجموعة صعبة أعتقد مجموعة سانداونز مجموعة صعبة مجموعة سانداونز فعلا مجموعة صعبة أعتقد مجموعتنا مجموعة متوازنة تعندك برضو فيتا كلوب بطل يعني في القانجو هو بطل كبير جدا مع مازين بي الشق التاني في الكورة هناك حس أنه يعني زي ما أنت قلت كلها فرق دخلة هتنافس النادي الأهلي فكله هيبقى عايز يقدم أفضل معندو أنا بقول ده ليه لأنه وليه بقول خدمتنا أنا بتقالي إحنا مش بنبص لمين المنافس يعني الأهلي ما بيجلعب مطشاطه ما بيبصش قوي أو ما بيحطش اعتبار لإسم الفريق المنافس ودايما ده طبيعي جدا لفريق عايز يوصل لآخر محطة في البطولة وهي التتويج أنك ما تفرقش معك أنت هتلعب معميل لأنك أجلا أم عجلا هتقابل أقوى فرق فيه على مستوى القارة ومطلوب منك أنك تكسبها تقابلهم بادري تقابلهم متأخر ما بتفرقش كتير لكن اللي بقصده بفكرة أنها خدمتنا أنه أنا مشفق الحقيقة وأرجو أنه الجماهين النادي الأهلي تحط دفع اعتبارها مشفق على لعابة النادي الأهلي أرجوكم تقدروا يعني إيه لعب محترف في فريق كبير جدا زي نادي الأهلي بيخود أكتر من منافسة سواء كانت قرية أو محلية ويبقى بيلعب موسمين متتالين وراء بعض أنا بتهيق لي أنه جزء كبير من عدم تقديم العروض القوية لترضي طموح جماهين النادي الأهلي مرتبط بالجزئة دي تحديدا لعابتنا مرهقها بشكل كبير عشان كده بقول أنه نوعا ما المجموعة دي أسهل نسبيا ده يدي فرصة شوية لنادي الأهلي أو لعابة النادي الأهلي أنها ما تبقاش فتحة على الرابع طول المشوار يعني إلى حد ما اللعيبة تاخد نفسها شوية شكرا